السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو سامدي هالنهار شاعل الله نتكلموا على واحد الموضوع اللي مهم مهم بزاف كل شي يعني مربي الانب كي قلبوا عليه وهو كيف تسمين صغار الانب بسرعة الصاروخ يعني بحبوب موجودة في الصور يعني بعجالة ممكن هدروع له هاد الموضوع ان الخليط ديال هاد الحبوب هدي يعني غادي تشدو واحد يعني بشو السوق غادي تشريو قردية احنا كنقولو قردية هي واحد لميكيال ميكيال كيتعملو به الفلاحة شنو غادي تديرو غادي تشريو قردية ديال الشعير وقردية ديال الدورة وقردية ديال النخالة غادي نوريكم الطريقة ديال الخلطة وطريقة ديال كيف الشعطة وهده هده 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 النخالة وهد الشعير وهده الدراء اذا اليكم الطريقة تابعوا معي الفيديو اذا الخلطة ديالي هي هادي يعني خلطة سحرية انا كنع سابرها يعني تسمين مباشر بالنسبة للانب انتو ما هده نوريكم بعبادة سنوراني دايرها دايرها في هده البرميل هاده على حسب اه يعني الحفاظ على هده هده هد الخاليط هاده شنو درس انتو ما قل ممكن تشوفو هاد الخاليط عبارة عن نخالة يعني هاد الكمية كلها ارا تقريبا طايحة بشي اه خمسمية واربعين ريالي يعني تنين وعفوان اسبع وعشرين دايرها يعني هادي اسمو فيها انا انا خلطها بيدي هاد الخلطة هادي اشفيها فيها النخالة هادي النخالة وفيها الدرة معي وفيها الشاعير هاد الشاعير كيقولو شاعير بيزانا يعني وحد الشاعير الرقيق ثم زياله لكن هاده كي موتوا عليه الارانيم يعني كيبغيه بزاف شعير بيزانا حقلو معي شعير بيزانا ادا هاد الخاليط هاده هاد الكمية هاده اي شح قد يتضرب لكم لانه الكمية اللي غدي تعطيه الارانيم بيها لكم انه ماشي بزاف ستعطيهم طاست الياغورت 100 جرام ستعطيهم مرة في الصباح و مرة في العشية هذه 100 جرام ممكن تعطيها الألاني بالصغار لا نقول لكمش طاقة اللي كتبلي فيهم والوزن يعني الناس اللي يقلبوا على التسمين هذه فرصة هادية من يوتيوب وهي هادية من القناة ديالي انا كان نعودكم دي مع الهدايا هدي هادية يعني مجربة الناس غاد يقولوا لي الطريقة كيفاش نعطيه هاد الخلطة هادي بالنسبة للصغار ممكن تعطيها لهم هاكا مش مشكيه تعطيها لهم هاكا أما بالنسبة للأراني بالأموهات مني تولد لكم شي 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 انثى شدوا واحد المقدار ديال هاد الخلطة هادي وتكبوا عليه واحد شوية ديال الماء ساخن ولكن ماشي بزاف ماشي بزاف ديال الماء غي حدو انه يسرد واحد شوية وتعطيها لهم في الصباح الباكي كونوا متأكدين ان الأموهات ديالكم غادي يفيدوا بالحليب أولا انه خالة غادي يشدوا الصحة ديالهم غادي يسترجعوا الصحة ديالهم وغادي يكونوا يعني في وحد الحالة يعني مزيانة مئة بالمئة اذا عقلوا معايا بالنسبة للتسمين ديال الصغار ممكن نعطيها لهم هاكا ناشفة ماشي مشكلة أعطيها لهم راكا تعجبهم بالنسبة للأمهات والذكور ولكن خصوصا الأمهات اللي الله ولدو يعني في السمانة الأولى في النهار الأول ثاني ثالث شدو هاد الكيمياء هكا كيمياء ماشي بزاف ممكن جوج تيصان ديال ياغورت وتسردوهم ماشي ستتغرقوهم بالماء لا يعني خوفا من المرارة باش مدينو مش مرارة غيب جهد الماء يعني احنا كنقوله يتبر بشو واحد شوية بالماء الساخن طيب تخليه شوية يبرد غير بما شوية يبرد هكا أو تعطيهم مياكلوه كونوا متأكدين أنها خلطة رائعة رائعة بزاف كعا هنا هادي خلطة مجربة من سنين وانا كنت استعملها وخصا كنت دينها الأرين بالبلدية البلدية كتستغلهم كتر من الرومية ولكن الرومية جرتها معهم والكروازية كذلك نفس النتيجة نتيجة يعني مورضية للغاية كين الناس اللي قد يقول ليها الأتمينة الأتمينة كيفاش يعني هاد القرضية اش حالكتدير بالنسبة للشاعير شاعير بيزانة وبالنسبة للنخالة وبالنسبة للدورة وهاد الدورة هادي ما هي تكون مدكتقة يعني إحنا كنقوله ما هي ما هي دورة نيشن لا كنت نقولها مبرشة يعني كتباع هكك هك ما هي كانت لن تشدوها تحنوها لا كتباع موجودة هكك إذا بالنسبة للأتمينة الشاعير كيدير 12 درهم سجله معايا باش يلمشي ترسل الصغس عارفو رأسكم اش كتديرو إذن الدورة كتدير 12 درهم الشعير كيدير هذي قردية قردية رافية واحد كمية كبيرة يعني أنا نقوله ما تشيلوش بالكيلو اللي لاشيتو بالكيلو ركتح لكم غالي ديروا قردية كابتح شوية رخيصة وابتح رخيصة قاع بززاف إذن القردية ديال الشعير 11 درهم القردية ديال الدراء 12 درهم القردية ديال النخالة رخيصة في الثامن كتدير 6 درهم ونصف إذن هذه الخالط كله كتشدوه كتكبوه في البانيو وكتخلطو بيد ديكوهم ولا بشي خشبة ولا وكتخلوه تستعملوه تعطيه الصغار ديالكم كونوا متأكدين أنه راه تسمين يعني بسرعة بسرعة الصاروخ أنا راه ما كانت فيقش أنه أن مني كنعطيهم هذه الخلطة هذي يوم عني يوم كنحس بيهم كيكبروا عندي يعني الحمد لله أنا كنديرت شي تجاريب يعني كان نشوفهم من الناس القدامة أولا كان نجرب الراسي مهم مني كان نجرب هاد هاد يعني الخلطة وكان نلقاها صدقة كان نحاول أنني نشرها مع العائلة ديالي اللي هما انتم هما بدون نفاق كان أعتبركم العائلة ديالي وكنتمنى لكم الخير ديروا هاد الخلطة هذي إن شاء الله هو راه غدي تشكروني عليها مرحبا بالتعاليق طيبة ديالكم كنشكركم بزاف التعاليق طيب ديالكم الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناة غادية بالدعم ديالكم كنشكركم بزاف ما تنسونا في زر جيم وتكيوا لزر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله